سألوني خليني أبدأ بأسئلة الـ SMS وهي كثيرة وطويلة وعديدة ومعظم ما بطالة حال بيدور أيضا فيما يخص الانتخابات لكن خليني أبدأ بالسؤال الأول هو ليه أنت على طول مهاجم وما فيش حاجة عجباك ليه على طول هجوم وكأنك أنت الوحيد اللي فاهم وعارف المشاكل والحلول أقترح ترشح نفسك في المجلس أو حتى في الرئاسة ونشوف سيتك تقدر تعمل إيه ارحمنا وارحمه مصر من نظرتك السوداء أنت حقيقي مثقف ودارس ولك مواقف ضد الإخوان وفي مساندة المسيحيين لكن خليك معتادل مش كله اسود كده أعتقد أنه التعليق ده أو السؤال ده معبر ربما عن جزء من الصورة اللي أنا لازم ناخد بالنا كويس جدا يا جماعة لأنه يبدو أنه إحنا محتاجين نعيد تعريف الإعلام مرة أخرى وحكاية السودة دي يا جماعة ده محتاجة تأمل البعض بيعتبر أنه مناقشة أي مشكلات من مشكلات البلد وكأنها شيء غري إيجابي وكأنه تركيز على السلبيات وكأنه ده شيء يدعو للتشام والإحباط شيء جريب وعجيب لابد أن ننتبه له يا جماعة أنا لما بروح لطبيب الأشعة ما عمل الأشعة عشان جسمي يشكو من شيء فبيعي الأشعة ويشوف ما بجيش تقول لي وأنه بيطمنني يقول لي حاجة حلوة أنا بقول لك اللي موجود في الأشعة أنا بقول لك اللي موجود في الأشعة بقول لك اللي موجود في التحليل ومنسمى هو المجتمع فيه أزمات ومشاكل لما نيجي النايش سعر الدولار لما نايش ارتفاع الأسعار إيه السواد اللي في كده بالعكس ده ده بياض بياض إيه أكثر نصاعة ليه لأنه عايز يحل لأنه بيطرح المشكلات وحلولها لأنه بيعبر عما يدور في المجتمع ويفنده ويحلله ويشرحه إنها مش معقول يعني هنبدأ بإيه يعني يقول لي فيش حاجة عجبات في حاجاتها كتير عجبانة ولما حاجات كويسة وجميلة وعظيمة حصلت كنا واقفين معاها وبقوة وإحنا بنشرحها وبنحللها وشايفينا حاجة إيجابية كويس زي مشروع قناة السويس مسلا هنالمفروض نبدأ كل حلقة بمشروع قناة السويس عشان يبقى يقول لي حاجة جميلة قول لي انت قول لي ايه قول لي اه اه اكتب لي ورقة كده بالجميل الحلو الأبيض اللي مش سويد اللي المفروض يتقال كل يو إحنا قصاد حالة من حالات الشرح والتحليل لما تعانيه من مشاكل ومشكلات وازمات هو ده المهم ان احنا من اول بقى الافلام وبنكدل على الافلام لغاية السياسة والبرلمان إنما مين اللي عيز يحبط يعني الاحساس طول الوقت وكأنه المفروض أن احنا نطنطن والمفروض أن احنا نقول كل حاجة جميلة وراوعة وحلوة أو نعتزر طول الوقت لانه أنا ب琳ست على المجاري أنا أسف نتكلم على المجاري النهار يا كل حاجة جميلة وراوعة وعظيمة قاله قوي بس في مشىكلة المجاري كل حاجة جميلة وعظيمة وروعة قوي بس في مشكلة ترتفع الاسعار فيها يا جماعة لابد ان احنا ندرك مشاكلة ونعالجها معالجة فيها عقل وفيها عاطفة بطوعة حالة لكن كمان ينازم فيها متعقلين ازاء مشاكلة انما لو احنا عايز انا عايز نصنع كلام حلو مش فقط نصنع كلام حلو عملي يعني ايه الكلام الحلو اللي تقال يا حلم انت يا حلم يعني المشكلة هتتقال والحاجة الجيدة الايجابية الكويسة هتقال ضعف اقبال من الشعب المصري على الانتخابات اقول لا ده كويسين جدا وإقبال رهيب والشعب المصري يبهر العالم على رأي جماعة ايه اللي ده بقى داس وتضليل يا فن داس وتزوير ومش يعني لا يمكن بأي حلم الاحوال يكون عرض المشكلات وتحليلها بالرأي والمعلومة والمستند والرقم والاحصائية ده بحثا عن احباط اطلاق ولا ده سواد له الصورة بالعكس ده نصاعة للصورة ان احنا نعالج لما يحصل اي خطأ نقوله ونعالجه انما حكاية ان احنا البديل ايه البديل نفاق يعني طنطنة لا ركز على حاجات جميلة كويس قوي اللي هي ايه لما يحصل حاجات اللي هو الشعب المصري الجميل الرائع طيب ومع ديه يعني نعمل فقرة الجميل اللي هي ايه لما هيبقى فيه شيء ايجابي عظيم كويس اه فيه خطابات لقدام يبقى كلام جاي نزل ايه بنتكلم في الاقتصاد شاور لي كده اقول ايه طيب نعمل ايه شاور لي كده في الاقتصاد عندنا ازمة في الاقتصاد لازم نتكلم فيه عندنا ازمات في المجدول لازم نتكلم فيه عايزين انا نتكلم عن حاجة جميلة وعظيم الصبر بنطش الالي وانزان في الصبر نكلمنا عنه قلنا حاجة لاطيفة جدا على فخليونا بس ايه اكسر اتيساعم في الصدر كده والتعامل مع الامور باعتبر ان احنا كلنا في مركب واحد وكلنا عند مربع واحد خدمة هذا الوطن وكلهم منا برأيه وبسبيله بعين خصوصا ان التعاقد اللي بيننا تعاقد واضح جدا تعاقد يعني شعاره الرموت وانه ما حدش فارد نفسه على الاخر اذا احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة انه دايما يقولك يا بخت من بكاني وبكاش يعني وانحكش الناس في يا باين ولا بكا الناس ولا يضحك الناس علي احنا طول الوقت الشيء الجيد الجميل اللي بيحصل لابد ويبقى كمان غلط وجريم ان احنا نتجهل خصوصا مثلا لو نجاح مبهر لألف ليلة كده والفنان يحل فخراني في مصنحية رائعة وجميلة بيعملها ونجحة في القطاع العام ومنكسرة الدنيا او مهرجة للغنية العربية اللي هيبدأ في واحد نوفمبر والرائعة الجميلة الساحرة انغام هتبقى نجمة من نجماته الحلوة نول يعني خصوصا لو فيها انغام انما الاقتصاد والمجتمع دي فيما يفند المشاكل لابد من ان نناقشها بكل حب واخلاص بس قبل كده كمان بكل رغبة في الحل وبكل امانة في العرض وبكل بحث ودراسة في كل الاسباب بقولك بالوساق والمستندات والارقام اما حكاية ان انا ارشح نفسي مش عارف يعني اللغة لطيفة يعني وعرض كريم بس انا مش هرشح نفسي في اي حاج خالق خد بالك ما ينفعش جدا نعمل مع بعض الحكاية دي اللي هي مسلا لعيب كورة في الملعب والمدرد بيقوله يومك بسيكله كورة وقوله تفضل ليه عم أنت با شغلته دا مدرد وده شغلته لعيب كورة تقعد انت في المسرح فالمغني هي فih معجبكش يقول ان هو عاز في كمان يعز في كمان فتقول ان هو عاز فى عúlt في كمان رميف وشك طب عزف انت خواه ورينا يعني كل من دا له اداؤه دوره اه رسالته وكلنا بنكمل بعض وكل واحد قادر على اكمال دور الاخر ورسالة الاخر وكل واحد قادرة بمهنته وشغلته اللي في نفس الوقت تبقى لو انت رايح للدكتور فانت مش هتقول للدكتور التشخيص البرا تقول لها دكتور انا جايلك اصلا عندي كزا عندك كزا ايه الدكتور هيقول لك هو والمفروض ان الدكتور يقول لك اللي عندك وده مش معنى انه بيحبطك ده معنى انه بيعالجك يعني انا مقدر بطلقة حال وده الحسم دايما للامور اللي انا بقولها احنا كتير جدا لسه شعب يدير الامر بعواطفه مش بعقله وانا من اول حلقة من اول يوم هنا من اول فقرة هنا قلت ان احنا مهمتنا تحرير العقل المصري وده مهمة ليست سهلة وفي طريق كبير وطويل وممتد لان العقل المصري يتحول من فكرة التفكير بالعاطفة والمشاعر والحب والكراهية الى التفكير بالمنطق وبالدليل استاذ ابراهيم عيسى ليه اقاع وانجازات الحكومة والمحافظين المحليات ليس مثل انجازات السيسي الخارجية الاقاع مختلف اكيد الاقاع مختلف الطريقة مختلفة الطريقة مختلفة لكن اللي مؤكد بالنسبة لي ولك اكيد ان الرئيس هو اللي اختار الحكومة بمعنى ان هذه الحكومة باداءها ليست يعني مفروض على الرئيس بل الرئيس هو رئيسها المباشر وهو الذي اختار افرادها واعضاؤها ومنسمى مسئولية اقاع الحكومة من مسئولية الرئيس هتزعل دي صح? تكب دي تحبط سودة دي لا بالعكس دي الطبيعي والدستوري والقانوني واللي الرئيس نفسي قلهولة طيب لحد امتى حكومة غير مؤهلة ومرشحون يملكون فقرة السياسية ارجع التاني حكومة غير مؤهلة اختيار الحكومة مسئولية الرئيس بعد شوية هيبقى بمسئولية البرلمان برضو انو البرلمان يوافق ومنسمى مرشحون يملكون فقرا سياسيا قلنا قبل كده دعني اقول لك مرة اخرى هي دي الديمقراطية يا جماعة لما يحصل انتخابات فصل انتخابات في المدرسة الفصل في المدرسة ميلة يرشح نفسه اه محمد اه هيسم اه محمود مش كده اعضاء الفصل فصل دي بقى فصل وتفوقين او فصل بولدة او فصل مليان اسكية او فصل مليان ان طلب متوسطين التفكير او انه طلب مشاغبين هو بقى حسب الطلب حسب او احنا مجتمعنا هو واللي تقدم له هؤلاء المرشحون فاحنا بنختار ما بين المرشحين دول يا جماعة مش بنختار الشخص المثالي العظيم الرائع احنا بنختار ما بين المرشحين استاذ ابراهيم استخدام المسؤولين والاعلام فزاعة السلفيين لحس المصريين على المشاركة احدث نتيجة عكسية لاحساس الناس بتناقض الدولة هي مع ذاتها من فتح ابواب السياسة امام السلفيين وسمحت لهم بالترشح استخدمت فزاعة السلفيين لانها فزاعة وخطر محدق ومحيق لكن في نفس الوقت التأثير مجاش عكسي بدليل النتائج صحيح في 22 من حزب النور بيعيده لكن صحيح ان قائمة حزب النور فشلت فيه غرب الدلت اذا وعي المصريين يصحح اي خطأ للحكومة يا جماعة او يصحح اي خطأ للدولة وعشان كده بقول الرسالتين حصلوا رسالة اللي منزلش فالمفروض انه كلنا كل دوائر مصر من الحكومة والحكمة والرئيس لغاية الاحزاب والاعلام والمجتمع كله يدرك هذه الرسالة والرسالة التانية اللي المجموع الايجابي اللي نزل قرر للسلفيين برا لا للمتجرب الدين ليست الكلمة الاخيرة وليست الخطوة الاخيرة لكنها تصحيح لخطأ مؤسسات الدولة في اغفال الدستور بل وفي انتهاك الدستور بوجود هذه الاحزاب الديني السيد زبراهيم انت زعلان بالنتيجة الانتخاب ومزعلنا معك ليه التفويد مازال سريا تبقى لرأي الشعب حجازي هو يوصل التفويد للرئيس باجراء انتخابات رئاسية ننسى كلام التفويد ده كلمة التفويد ده ننسىها خالص الشعب انتخب الرئيس السيسي رئيسا للجمهوري وفي دستور انتخابناه بناء على هذا الدستور تفويد ده كان ظرفي تاريخي في صياق تاريخي ادى دوره البطولي الحقيقة لكن دلوقتي احنا نتعمل مع رئيس الجمهوري فما فيش حلق التفويد وحلق التفويد دي وكأنك عايز تقول لي الناس ما نزلتش علشان مفوض الرئيس كان الرئيس كان قالك انزل وحثك على النزول وبالمناسبة هنا برضو ارجوك وانتبهوا للاقتطاع والاكتزاء للمقاطع اللي بتنزل على اليوتيوب من خلال برنامجي او يعني نقلا على البرنامج وتقولا كلام انا ما قلتوش او لعب منتاج شيء غريب ولكن خلاص اعتدنا على ذلك ثم انا بزعلان بنتيجة الانتخاب خالص انا بحلل نتيجة الانتخابات والنتيجة لسه بظهرتش بشكل كامل حللنا ما بدا منه لكن انا بحلل غياب المصريين عن المشهد الانتخابي وده معناه خطر شديد يا جماعة لو اختلفنا في الرأي فيش مشكلة لكن اا يعني اا الدارس الباحث المكتهد في قراءة التاريخ والسياسة يعرف ان ده خطر داهم والروح بعيد لايه ما قبل 25 يناير كان ناس ما بتروحش وكانش فيه تفويض الناس ما كانش بتروح وكانت تعزف العملية الانتخابية والانتخابات كان بتتزور فحصل تصور ايه رايك المحصلة كده اذا خلاص مش محتاجة فكاقة مش محتاجة الواحد يبقى باحث عبقري عشان يعرف ان الفراج السياسي ينتج اه اه تسيد وسيادة للفاشية الدينية واستبداد خلاص خلصه ومن سماع لا بد ان نحذر من ذلك ان نعمل جميعا على انقاذ مصر من الفراغ اه لم اشارك في الانتخابات لان الدولة تنفق حزب النور فحتى الرضع في هذا البلد يعلمون ان حزب النور حزب ديني وشر مستطير دكتور علاء على فكرة على حد علم انتخابات البرلمان في أي دولة في العالم لا تصل 40% لا علمك مش دقيق احنا جالنا احباط من عدم وحاسبة وزير التموين من الكوارث في منظومة الامح انت جالك احباط انا مرد يجيلي ايه بصوا خدوا بالكو ليس علينا الا ان نقول الحقيقة ليس علينا الا الزرع وربما غيرنا يحصد الراحل العظيم البديع اسامة انا عكاشة قال لي الكلام ده من 25 سنة او من 30 سنة في لقاءات اولى بينه وبينه وكده بعدها يعني تشرفت وشرفت بان انا كنت من اصدقائه يعني قال لي يا ابراهيم احنا بنرمي البدر في الارض وما نعرفش هنحضر حصاد ولا لا ودي اللي لازم ناخد بالنا كلنا حتى الحديث النبو الشريف يقول لك اذا قامت القيامة وفي يد احدكم غرسة فليغرسة او فسيلة فليغرسة ومسان ما انت مش مسؤول على الطرح انت مش مسؤول عن الحصاد انت مسؤول عن الزرعة مسؤول عن الحقيقة التي تقول عن الرأي الذي تعلنه عن الموقف الذي تتخذه الناس بقى سمعته ايدته رفضته وفقته استجابت له اعترضت عليه ده قمر يعني يعنيها استاذ ابراهيم انا من مشاهديك الدائمين وارجوك خفف جرعة الاحباط شوي انت عايزيت تحبطه على فكرة يعني اتفقوا اعرف ان هناك اسباب كثيرة اضعف اضعفة الاقبال لكن انا رأي كان من ممكن زيادة الاقبال بنسبة كبيرة لو لجنة الانتخابات نشرت على موقعها السيرة الذاتية لكل مرشح يا مالها لجنة الانتخابات انت فاهمين الانتخابات غلط على فكرة وده طبيعي وعادي لان احنا هو بنجرب احنا لسه بنخوض في مشوار السياسي ومشوار الديمقراطية والانتخابات لجنة الانتخابية اللي بتنشر السيرة الذاتية وهو المفروض ان المرشح يبزل جهدا للتواصل معك والمفروض ان يبزل جهدا للتعرف على مرشحه لانه ما فيش حد يعني الا ويقوم بدوره اللجنة العليا دي منظمة لعمل الانتخابي لكن مرة اخرى بس عشان الامور تبقى واضحة الحديث عن اي ازمات او مشكلات او عيوب في المجتمع او سلبيات هذا واجب وقلتلكم من اليوم الاول ان الاعلام مهمته كشف الحقيقة وترصيخ الحرية طبعا نتيجة انه يعني سنوات طويلة بلانه الاعلام اداءه بالطريقة دي ما ممشيش ناحية الترصيخ الحرية او اعمال العقل او تحرير العقل فاحنا طول الوقت طلبين من الاعلام ما لا يجب ان يقدمه الصورة الوردية والجميلة الحلوة العظيمة ويعني الامل يبث داخلنا وجوانا يوم ما نعرف مشاكلنا في الحلها يوم ما ندرك عيوبنا فنتفاداها يوم ما ندرك سلبياتنا فنتجاوزها الامل هي الامل الحقيقي ان احنا نشخص عيانا صحة عشان نعالج نفسنا عشان نعالج بلدنا عشان تتعافى البلدي انتوا راضيين على هذا الوضع احنا بلدنا اقوى من كده واهم من كده واعظم من كده والمفروض انها تبقى في مقدمة وقيادة الدول العربية والاقليم كله وتبقى من الدول البارزة في العالم اقتصاديا وفنيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وهذا ليس حلنا الان مشاكلنا الاقتصادية كل ده لابد من كشفه ومنقشته هو النهاردة لما يجي مجلس الوزراء مجتمع اه ريس وزا قلولي حاجة جميلة النهاردة يا جماعة عشان ما احبطش يعني بالناقش مشكلات بلدنا وواقعه طيب خليني الاسمع الصوت الاول انت بسول الدولار الدولار النهاردة وصل تسعة جنيه طب هتحل مشكلته ازاي بدلا انت راجل بتشتم وبتزعق وبتقول طب ما تحللنا ادينا الحل عشان الحكومة تشتغل لو مش عارفين الحكومة نفسها مختلفة الحكومة نفسها مش على قلب رجل واحد بالنسبة للمشكل ده ومش مطلوب ان انا او غيري يقدم حلول لاي حاجة يعني ده الخبراء الاقتصاديين والماليين هم اللي بيطرحوا هذه الحلول وبقول لكم سياسة محافظة البنك المركزي سيد هشام رامز في اللحظة الراهنة هو الحفاظ على الدولار على الجنيه المصري كي لا تنفلت قيمته وكي لا يتحول الامر الى تضخم هائل في الاسعار احنا مش مشكلتنا في حياة الدولار احنا مشكلتنا في الاقتصادنا كله مفيش استثمارات بوحبط الكلام ده صحيح مفيش استثمارات سياحة قلت عوائد من المصير في الخارج قلت طب الاحتياط النقدي بالدولار قل طيب ايه الحل ما الحل هشام رامز مسؤول على سياسة البنك المركزي فعمل تضييق على اداع الدولار وخروج الدولار ادى الى التضييق ده على ثانية حافظ على سئل الجنيه وعلى اللي موجود من الدولار لكن ده ادى الى انه ايه خنأ عملية التجارة والاقتصاد والاستيراد والتصدير في مصر ورجال الاعمال والصناعة والتجارة قالوا جاي مش قادرين وفعلا ودرجة الاستثمار اصلا المستثمر هيجي استثمار عندك ليه اذا كنت تتمنعوا من انه يطلع ارباحه برا يعني اذا انت بتتكلم على قيود لاجأ اليها شام رامز عشان يحافظ على الجنيه لانه لو الجنيه سبته لقويته الحقيقية طبعا الدولار الجنيه مش الدولار مش سعى جنيه دلوقتي لكن لو سبته لوضعه الطبيعي ربما يصل الامر الى ارقام لن يتحملها المصريون طب الحل ايه البعض بيكلم عن حلول جزئية وتدريجية وده ما قدمناش جزئي والتدريجي لانه لو قرروا بكرة الصبح الدول انها تطلق سعر الجنيه وحسب بقى قويته في السوق قطاع كبير جدا بالمصريين غالبية المصريين هيعانوا معاناة جبارة الحل ايه جزئي وتدريجي لكن في حل احسب من كل ده وهو انك تشتغل استصمار حقيقي وتشتغل سياحة بجد وتقدر تنتج عائد سريع جدا من خلال السياحة ومشالات الصناعات الابداعية بالمناسبة وده محتاج خيال ومحتاج ابداع انما الحكومة انا بقولك بوضوح الحكومة حكومة موظفين وخيالها محدود وحلولها قديمة جدا والمفروض ان انت تدرك بوضوح انهم بيعملوا نفسي لعملية الحكومات السابقة اللي بالمناسبة كتشر منهم وهو ايه تعال اناخد قروض بالبنك الدولي سهل اوي اصلاك من تستلف قروض بالبنك الدولي وبعد شوية قروض من صدق النات هو ما بقولوا لأ مش هنقترده من صدق النات هو نفس الحل القديم التقليدي انما هل في خيال مختلف طارحه بيقول رؤى مختلفة وطارئة مختلفة لأ خالص اطلاق بالعكس بقى كمان في انفاق على مشاريع عملاقة مليارات احنا ما نعرفش قدراتنا الاقتصادية و الاحتياطنا النقض هيستحمل دولة لأ اذا لابد من التنبؤ انه القرارات الاقتصادية مؤثرة بشكل اه في بيتك مؤثرة على حياتنا كلنا ومن سمى لابد جميعا ان احنا الخبراء يتكلموا الاعلاميين والصحفيين يسألوا السياسيين ينقشوا علشان يبقى كل حاجة قرار مطروح امام الرأي العام وكلنا نبقى عارفين اثار جانبية لاي قرار يتخذ ايه ده مصرنا كلنا نسمع السؤال التاني ليه الاعلام ما بيركس في الفترة حالية على فكرة المواطنة ليه كل المسؤول هنا له سلطات زي ما هو داخل المكتب بتاعه او داخل عمله خارج المكتب بتاعه ايضا زي ما هو مجلس الشعب او وكيل النائق النيابة او الزابط الشرطة ليه سلطات برا بتحميه من حاجات كتير المفروض يبقى فيه مواطنة عشان يبقى سهرسية تبقى السلطة داخل المكتب فقط طيب كويس كل الكلام في مواجهة الطيار السلفي وكل الكلام في مواجهة الطيار التكفيري وكل الكلام الذي يرفض الاخوان وارهابهم والسلفين وتكفرهم كل كلام يصب في المواطنة وفي المساواة بين المواطنين كل كلام ينهض في مواجهة الفتنة الطائفية مسلم ومسيح الفتنة المذهبية شيعي وسني وكلام ده كل هذا الكلام اللي يواجه الفرقة والتفرقة والفتنة هو كلام يصبه تماما وكاملا ونهائيا في المواطنة ونسمى لا طول الوقت بنتكلم على المواطنة لكن في إطار البعد اللي بكلم عنه هو غياب التمييز اللي هو محاربة التمييز تصنيف المجتمعات بطواقفها ومذاهبها وما فيش اطمئنان إطلاقا على المواطنة في مصر وعلى التعامل بعدالة ومساواة إلا بإنهاء الفكر المتطرف والوهابي لأن الفكر السلف المتطرف قائم على التمييز على التمييز إحنا المسلمين وإنتو الكفرة إحنا المتدينين وإنتو العلمانيين إحنا السنة وإنتو المتشيعين إحنا لنخش الجنة وإنتو لا تدخلوا النار خلصت خلاص